صالح يحشد أنصاره وحشد حوثي مقابل خطاب حوثي ناري ورد من صالح كذلك اتهامات بالجملة وتقاذف إعلامية اعتقالات للحوثيين واعتداءات على أنصار وأعضاء حزب صالح منعوا وزراء من ممارسة مهامهم اغتيالات ومسلسل فوضى لا ينتهي يدب بين شركاء الانقلاب في اليمن فما الذي بقي من تلك الشراكة سوى أثار الدمار التي خلفتها في جميع أنحاء البلاد شمالا وشرقا نحن لم نكن نوافقين على دخول مجلسياتي أو حكومة ليش؟ لأننا كنا رافضين إلا بالدستور والقانون وبالشرعية الدستورية هي البرمان بعد سنة ونصف وفقون أخوانا صلى الله بعدما الخزينة قده فاضيه كان فيها أربع مليار دولار جينا قلنا حاضرين من أجل مسلحة الوطن نحن مستعدين نشارك في السلطة نشارك في السلطة وقدر خزينة فاضيه ايش بنحزب بيضحي بنفسه المستقبله في خزينة فاضيه الذي يعمل فوضى في العاصمة ويقول أفعلها وفحط ما بشفحات الأزمة بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح والحوثيين في صنعاء تأخذ منحا تصعيديا يهدد بانفجار عسكري بين الطرفين فالرئيس السابق وبعد خطاب هاجم فيه شركاؤه الحوثيين استدعى قوات من معسكرات تابعة له وبدأ توزيعها في الجزء الجنوبي والشرقي من العاصمة صنعاء إلى جانب نشر جزء منها في الطرقات الممتدة باتجاه منطقة خولان وسنحان مسقط رأسه ويخل الجزء الجنوبي من مليشيات الحوثي باستثناء المتمركزين في مقرات حكومية وبحسب مصادر في صنعاء فإن صالح استدعى أيضا مسلحين قبليين من قبائل طوق صنعاء وطلب منهم رفع حالة اليقظة والاستعداد للتدخل في الوقت المناسب وبالتوازي مع هذه التحركات وصلت مجامع قبلية موالية لصالح إلى صنعاء في إطار الحشود لمهرجان السبعين الحشود القبلية التي دخلت كانت برفقة شيوخ من قبائل خولان وبلاد الروس فيما لم تنجح مليشيات الحوثي في اعتراضها تحسبا لأي رد فعل من تلك القبائل بالمقابل وصلت مليشيات حوثية إلى صنعاء وبدأت الانتشار في شوارع الجزء الشمالي من صنعاء واستحدثت نقاط تفتيش في الأحياء السكنية والشوارع الفرعية ويقول سكان إن فرقا عسكرية حوثية تجول في شوارع صنعاء ليلا بشكل مستمر وعلى غير العادة إذن الأزمة بين حليفي الإنقلاب تأخذ مسارا عسكريا بعد أيام من تصعيد خطابي جعل صنعاء في حالة انقسام عسكريا وجغرافي فقوات صالح تبسط يدها على جنوبي العاصمة فيما تتمركز معظم مليشيات الحوثي في شمال العاصمة ويتعزز هذا الانقسام مع اقتراب موعد المهرجان الذي ادعى صالح لإقامته في ميدان السبعين قلب صنعاء الخميس المقبل بمناسبة مرور خمسة وثلاثين عاما على تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام معنا من القاهرة الأكاديمي والباحثة السياسية اليمنية الدكتور فارس البيل أهلا بك دكتور فارس معنا في سكاي نيوز عربية دكتور فارس بداية اليوم وصلت مستويات الخلاف بين الحوثيين وعلي عبدالله صالح لمستويات عالية جدا هناك حشود حتى عسكرية في جنوب صنعاء تابع لعلي عبدالله صالح وفي الشمال تابع للحوثيين قبيل الذكرى الخامسة وثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام ستكون يوم الخميس هذه الاحتفالات أنت كيف تصف هذا المشهد وإلى أي درجة هو ممكن أن يكون متفجرا بين الطرفين يمكن أن نقول أن هذا الاحتشاد أو هذا التفاقم هو طبيعي تماما وربما تحدثنا عن ذلك كثيرا تحدثنا منذ بداية هذا التحالف وتحالف المضطرين إذا جاز لنا أن نسميه وتحالف النار وكأنه الآن يأكل بعضه بعضا بعد أن أكمل الحطب تحالف الحوثي وصالح كان يحمل بذور الشقاق منذ البداية لاختلاف الكتلتين هناك الكتلة الأيدولوجية الحوثيين وهناك كتلة الفساد والمصالح والوجاهات التي يعنيها صالح تماما والتقيا لضرر واحد وهو الانتقام من اليمن واليمنيين وتقاسم الكعكة بمعنى أصح لكن الخلافات دبت منذ البداية بدأت الخلافات منذ اللحظات الأولى لدخول الحوثيين إلى صنعاء بعد أن أفسح لهم صالح المعسكرات وأفسح لهم الطرق ومنحهم المرور عبر القبائل الموالية له لكنهم عرقلوا الخطوات السياسية التي كان يريد صالح أن يعمل بها كالبرلمان عندما رفضوا أن ينعقد عرقلوا أن تشكل حكومة وظلت لفترة طويلة عرقلوا كثير من الخطوات السياسية التي يجيد صالح اللعب بها بينما الحوثيون يمكن أن نقول أنهم بلا مكابح أصلا هم متهورون لا يملكون سوى السلاح والمشروع الإيراني الاستراتيجي وبالتالي كانوا مندفعين صالح كان يدرك منذ البداية أنهم خصومهم يدركون أن صالح وخصمهم اللدود أيضا لكنهم كانوا يقولون أنهم يمكن أن يصعدوا على أكتاف صالح بينما صالح كان يرى فيهم أنهم هم الأداة التي بهم ينتقم من خصومه وينتقم من الشعب اليمني اليوم بعد سنتين من هذا التحالف الذي كان نارا تحت الرماد انفجر هذا التحالف ربما كنا نشاهد قبل أشهر معينة أن الطرفين كان قد أطلق الناشطين لإخراج الخلاف والآن وصل إلى مراحله النهائية بعد أن خرج الزعيمان أو لنقل زعيم الحوثيين وزعيم المؤتمرين ليتبارى بالخطابات النارية على العلن وعلى الأرض هناك حشود وتحشيد واضح وهناك محاولة لمنع أن يكون هناك انفجار لكن أنا أتوقع أن ما يحدث يكاد يوشك أن يصل إلى مرحلة الانفجار طيب دكتور فارس لطالما كان هناك حديث حتى في أوساط الحكومة اليمنية أو أوساط التحالف العربي بأنه علي عبدالله صالح طرف غير مؤدلج يعني ليس له إدلوجية مع إيران وما شابه اليوم هناك فرصة حقيقية لاستجلاب مثل هذا الفصيل اليمني لو كان من المنقلبين والمتمردين لكن يوجد خلاف حقيقي بينه وبين الحوثيين الحكومة اليمنية الرئاسة اليمنية هناك سقوط مطبق لا يوجد أي مبادرات أي سياسات استراتيجية أي تصرف لا يوجد روح المبادرة كيف تصف هذا الموضوع وكيف ممكن للحكومة فعلا الاستفادة من الوضع القائم بالفعل كما ذكرت أن صالح ليس مؤدلجا وبالتالي هو كما قلنا ووصفنا بأنه كتلة من الفساد والمصالح وهذه التراكمات الطويلة على مدى عقود لكنه في الأخير ليس خصما أيدولوجيا أي ذا فكرة بعكس الحوثيين الذين يمتلكون مشروعا استراتيجيا وعقائديا بمعنى صح وبالتالي لا يمكن أن تتحاور معهم أو أن تصل معهم إلى نتيجة بينما صالح بالإضافة إلى أنه غير أيدولوجي ومعروف عنه بكثرة الانتقالات السياسية والتكتيكات يمكن أن تراه في هذا المربع وفي لحظة ما يمكن أن تراه في المربع الآخر بمعنى أن صالح وجد نفسه في هذه اللحظة وتوقع أن ينقلب على الحوثيين في أي لحظة ما وهذا ما يخشوه الحوثيين تماما ولذلك ربما يخشونهم من هذا الحاجد القادم يوم الخميس في أنه سيعزز من قوته بإدخال مسلحين من كثير من المناطق اليمنية لتحميه ولتعزز فرصته داخل صنعاء كما قلت بالنسبة للحكومة اليمنية أنا أعتقد أنهم يدركون تماما طبيعة صالح وبالتالي أعتقد أنها فرصة مناسبة لتعزيز مواقف التحارف وتعزيز مواقف الحكومة الشرعية بمعنى استغلال جمود الجبهات بالنسبة لطرفي الإنقلاب وانشغالهم بالحشد والحشد المضاط بالإضافة إلى اللعب سياسيا في ظل التفتت السياسي الواضح في جبهة الإنقلابين وأعتقد أن على الحكومة أن تدرك أن هذه الثغرة الكبيرة هي فرصة مناسبة لتقويض هذا التحالف ويمكن أن تجري بعض الخيوط وبعض المعادلات في لعبة سياسية يمكن أن تكون في صالح تعزيز الحكومة الشرعية وفي تعزيز طرد الحوثين باعتبار أنهم من الصعب التحاور معهم أو من الصعب الركون إلى عقائديتهم المفرطة وعقائديتهم التي لا تنتمي لا للهوية اليمنية ولا للثقافة اليمنية بينما صالح أعتقد أن أمره أسهل ويمكن عقد صفقات معه بشروط معينة وبضمانات كبيرة إذا ما إنحاز بالفعل في مواجهة الحوثين وأعتقد أن صالح ما يزال يبحث عن الفرصة الأسانحة للقفز طيب دكتور فارس يعني ما المتوقع من كلمة رئيس سابق علي عبدالله صالح في يوم الخميس طبعا هي الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام هناك الكثير من الحضور بعض القبائل اليمنية التي حتى تعارض التصرفات وسياسات الحوثيين ما المتوقع أن تكون الكلمة؟ هل ممكن أن نرى شيئا استثنائيا على عجالة؟ أتوقع أن يقدم صالح بخطوة متقدمة ربما إذا ما كان أو إذا خلال الساعات القادمة ارتفعت واتيرت العنف والاحتشاد فيمكن أن يطلق صالح مفاجئة بفض هذا التحالف تماما مع الحوثيين أو أن يطرح شروطا واضحة ومعينة لبقاء التحالف مع الحوثيين في كل الأحوال هو يرى أنه لا عودة لهذا التحالف إلا إذا وضع شروطا أعتقد أنها ستكون تعجيزية بينما الحوثيين لن يستطيعوا أن يقدموا له كثير من التنازلات كما قلتهم بلا مكابح وبالتالي يجدونها فرصة وجدوا هذه السيطرة فرصة للانقضاء وبالتالي لا عودة عن ذلك أنا أتوقع أن صالح سيقدم على هذه الخطوة والأمور المتصاعدة تحكي عن هذه القضية بالإضافة إلى أنه سيوجه مسائل للخارج بأنه يقبل بالسلام وربما يقدم مبادرات ليلتقط الفرصة من التحالف أيضا وربما يجري نوعا من المغازلة مع الحكومة الشرعية ويلمح إلى عقد تحالفات قادمة في مواجهة الحوثي في كل الأحوال أتوقع أن بعد هذه الأحداث سيكون مهرجان السبعين القادم فرصة ملائمة لتغير أوراق المعادلة على الأرض في اليمن أشكرك كان معي من القاهرة الأكاديمي والباحثة السياسية اليمنية الدكتور فارس البيل شكرا جزيلا لك مساء انتهى وغدا مساء جديد وملفات جديدة في أمالة ترجمة نانسي قنقر